نحكي شوية بتعريف أساسية بالكيميا وحتم رؤوا معنا كثير شي يعني تجربة التجربة هو إني أنا بعمل مراقبة لظاهرة طبيعية هالظاهرة الطبيعية لازم أو هالمراقبة هاي لازم تكون كنترول يعني متحكم فيها مثلا أنا إذا بدي أعمل تجربة مثلا معينة ففي عوامل لها التجربة هاي مثلا الحرارة بيئة المحيطة يعني بالفراغ إلى آخره فهدول العناصر اللي عم يتحكموا بها التجربة الجو المحيط مثلا بعد بزيد أو بمقص بغير كذا لحتى يطلع معي نتائج هاي النتائج منها أنا بعمل عملية استنتاجات فهذا هو مفهوم التجربة المفهوم اللي بعده اللي هو القانون القانون هو عبارة عن statement يعني عبارة مثلا مثل قانون النيوتون اللي افترضت بالفيزياء لكل فعل رد فعل أو ممكن يكون عبارة عن معادلة رياضية مثلا مثل قانون الجاذبية الأرضية فالقانون هو شغلة ثابتة هاي الشغلة ممكن تكون عبارة أو معادلة رياضية بتوصف لي علاقة معينة أو علاقة أساسية لظاهرة معينة بالطبيعة أما بالنسبة للفرضية الفرضية هي عبارة عن شرح للنتائج اللي طلعت معنا يعني نحن وقت نعمل تجربة بيطلع معنا نتائج فالنتائج هاي بنبني عليها فرضيات انه والله طاله ما طلعت معي هالنتيجة معناتها انا بفترض انه هيصير معي هيك فالله هو عبارة عن قانون هاي فرضية وبالاخير عنا شي اسمه نظرية النظرية هو لما انا اعمل تجربة عدة مرات بيطلع عندي النتائج عم تكون ثابتة كل ما اعملت التجربة عم تكون نتيجة ثابتة كل ما اعملت التجربة عم تطلع عن نتيجة ثابتة بالتالي صار بيطلع شي اسمه نظرية النظرية العلاقة طبعا باي شي بالطبيعة اي ظاهرة طبيعية طيب نحنا من خلال مخطط نفهم الموضوع اكتر نحنا اول شي بنعمل مراقبة لشي معين لظاهرة معينة فبيبلش يطلع معي شو فرضيات بناء على بساوي فرضية فشو بعمل رد بساوي التجربة مرة تانية اذا التجربة زبطت وتوافقت مع الفرضية تابعي فساعتها بروح لشي اسمه انه صار عندي معرفة هلا وخلال هالمعرفة تابعي يا بعمل تستنج اضافي يعني بعمل تجربة اضافية فبيطلع معين من نظرية او ممكن بقى اصيغ قانون طيب اذا عملت مراقبة انا بعدين عملت الفرضية بناء على مراقبة للنتائج ورجعت عملت التجربة مرة تانية ام لا ما ضبطت الفرضية ما ارتبطت النتائج ما حققت الفرضية تابعي بقى مرد بعمل فرضية جديدة بناء على النتائج تابعي بضل عمل هالموضوع هاد لحتى اوصل لشو نتائج تتوافق مع الفرضية وصلت لنتائج تتوافق مع الفرضية كل مرة فساعتها يبصيغ قانون يبطلع نظرية هلا نحن بالنسبة للقانون بالنسبة للنظرية عفوا لازم دائما نعمل اديشنال تستنج يعني نعمل التجربة عدة مرات حتى نقدر نصير النظرية اشتركوا في القناة